وضمن فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع قدمت القوات العسكرية والأمنية البحرينية بمشاركة خليجية ودولية عرضا جويا لمظلات القفز الحر باستخدام جميع أنواع مظلات القفز وأفضلها وأكد مدير الفعالية محمد المريخي أن القفز المظلية يأتي لرفع جاهزية وقدرة القوات البحرينية والخليجية وضاف المسؤول أن المشاركين في القفز قدموا قفزات من ارتفاع قدره عشرة ألاف قدم مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القوات المشاركة قد تلقت تدريبات عسكرية يومية في الميادين العسكرية وأن المظلات التي تمتلكها شركة Airborne System تعد من أفضل المظلات في العالم لتواجد بها GPS ونظام ملاحة جوية وقد شارك في العرض الجوي المظلي القفز الحر القوات الخاصة وقوات الحرس الوطني والقوة الخاصة بالحرس الملكي والشرطة البحرينية وقوات خليجية وأمريكية وقد شهد حضور ملفت من قبل العديد من القوات البحرينية والخليجية والأمريكية ترجمة نانسي قنقر